بسم الله الرحمن الرحيم الأساتذة الزملاء المحترمين السلام عليكم ورحمة الله الاعتذار بالجهل بالقانون مبدأ قانوني كلنا عارفينه لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون وهذا المبدأ بيتجلى فيه دور المحامي وأهميته في المجتمع قد ايه حضرتك مهم جدا في المجتمع والمجتمع يحتاج اليك لان القوانين كتير جدا والتشريعات كتير جدا وبيفترض في كل مواطن في الدولة انه يعلم بالقانون منذ لحظة صدوره ونشره في الجريدة الرسمية كما نعلم جميعا ويحاسب بمقتضى هذا القانون ويقتضي القانون انه يعلم به وهو لا يعلم لكن يفترض علمه وهنا يتجلى دور المحامي تجليا واضحا خطيرا في المجتمع لان الاعتذار بالجهل بالقانون يستلزم انك انت تكون ملم بالقانون وده امر مستحيل للشخص العادي اذا يلزم يكون معك شخص مهم بالقانون ملم بالقانون ايا كان دورك في الحياة وايا كان موقعك لان لازم فيه نصوص قانون بتطالك وتشملك انت لا تعلمه وهنا يتجلى دور المحامي في المجتمع وده يكون محور حلقة النهاردة اللي هو دور المحامي في المجتمع بيتجلى دور المحامي في المامه التام بالقانون لان الشخص بيفترض فيه العلم بالقانون اذا يحتاج حد يعلم بالقانون يقوم مقامه في فهم القانون وارشاده والقيام بشؤونه وافتاءه وارشاده دي مسألة في غاية الاهمية بالنسبة لكل شخص في المجتمع لان القانون تشريعات كتيرة جدا قوانين كتيرة جدا بتطلع قوانين كتيرة كل يوم بتتعدل قوانين كل يوم مش ممكن الشخص العادي يولم بيه دي مرهقة جدا لرجل القانون نفسه ده بيبين اهمية دور المحامي في المجتمع دورك في غاية الاهمية والخطورة والمجتمع يحتاج اليه لكن هنرجع تاني قبل ما نتكلم في دور المحامي لازم نوضح تاني ونؤكد ان المحامي لابد وان يتميز بشخصية خاصة شخصية قوية متميزة شخصية عالمة ملمة بالقانون وبوقائع المجتمع وبظروف الحال وباعراف الناس يكون له ثقافة عامة شديدة جدا تكون شخصيته في منتهى القوة والثبات لانه بيتعامل في كل تصرفاته وفي كل الجهات اللي بيتعامل معها جهات تحمل سلطة الزابط مع سلطة ووكيل النيابة مع سلطة القاضي مع سلطة كلهم يحملوا سلطة قضائية لخدمة القانون والعدالة والمجتمع ده بيستلزم من حضرتك انك تكون عارف سلطة كل واحد وحدود كل واحد ممن تتعامل معه سواء الشرطة او النيابة او القضاء حتى تستطيع ان تتعامل مع كل في حدود اختصاصه وفي حدود قدراته وفي حدود ما يسمح له به القانون فده بيستلزم ان حضرتك زي ما اكدنا انك تكون ملم جدا جدا بقانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات لان ده المفتاح لفهم كل التفاصيل القانونية وكل السلطات وحدودها واختصاصاتها المكانية المحددة في قانون الاجراءات لا تعرفها الا اذا طالعت قانون الاجراءات وفهمته فهما جيدا بيتجلى دورك كاستاذ محامي من خلال فهمك للقانون من خلال شخصيتك من خلال تأثيرك في الاخرين مهنة المحامي ليست وظيفة هي رسالة لا يقوم بها الا شخص مميز شخص يتميز بصفات كثيرة وعديدة لا يتميز بها الشخص العادي بيكون ملم بالقانون ملم باحوال الناس عارف الاعراف عارف طبائع الاشخاص عارف طبيعة المشكلة اللي داخل فيها عارف حدود الشخص اللي بيتعامل معاه ما تكلمش حد في قدرات اكتر من قدراته او في شيء فوق سلطته الكلام يكون مع المختص في حدود اختصاصه طب هعرف المختص وحدود اختصاصه منين من خلال المامك بقانون الاجراءات والمرافعات القانون يفترض فيك علمك بكل التشريعات التي تصدر من لحظة نشرها في الجريدة الرسمية وده امر يستعصي على اي حد الالمان به وهنا يتجلى دور المحامي مع الاشخاص ان اي حد لازم بيقوم باي امر لازم يلجأ لمحام مشاكل كتيرة جدا جدا بنواجهها في عملنا كان سببها ان الناس استسهلت وقامت بالاجراء دون اللجوء لمحام زي اللي بيحرر عقد ايجار يروح يشتر عقد ايجار مطبوع من المكتبة ويملأ البيانات ويحرره ثم تظهر فيه مشاكل وكوارث زي اللي يعمل عقد بيع ويكسل يجيب محامي او يوفر اتعاب المحامي ويلجأ هو لتحرير نسخة عقد بيع من اي نسخة عقد بيع تحت ايده ويفاجأ بكوارث حصلت له بان الحقوق ضاعت والحقوق تبهدلت بسبب عدم اللجوء لمحامي وبيخسر كتير لان اللجوء للمحامي امر بيحميك من اي خطأ لان القانون لا يحمل مغفلين زي ما احنا عارفين الجملة المشهورة المعروفة اللي كل الناس بتقولها والقانونيين ايضا لان فعلا القانون لا يحمل مغفلين طب عشان ما تكونش مغفل تعمل ايه لازم تلجأ لمحامي والمحامي داي يكون مواصفاته ايه يكون زي حضرتك كده متميز محامي راقي دمس الخلق اخلاقه عالية بيستوعب الناس ما بيعاديش حد ماشي بمبدأ وليس كثير الف خل تصاحبه وان عدوا واحدا لكثيره بيقدر يأثر على الاخرين لانه بيجيب لهم مصالحهم وبيقضلهم مصالحهم وبيقوم لهم بشؤونهم المحامي لما بيلجأ اليه حد في مشكلة بيكلفه وبيديله اتعابه وبينام يرتاح الاستاذ المحامي بيصحى ما بينامش حتى ينتهي من المشكلة ويوجد لها حل ويخرجه من مأزقه ده بيستنزفه وبيستنزف فكره وبيستنزف عقله وبيستنزف وقته وبيستنزف صحته لكن كل ده لانك بتخدم رسالة المحاميه هي مهنة بترتزق منها لكنها في حقيقة الامر بجوار انها مهنة هي رسالة رسالة حقيقية في انصاف المظلومين وقضاء المصالح للناس وعشان تكون على هذا المستوى تنصف المظلومين وتقضي مصالح الناس لازم تكون على درجة عالية جدا من فهم القانون وتتخصص فيما تختاره في حد من الأسدزة ممكن يختار المدني ممكن يختار الجنائي ممكن يختار منازعات الأسرة في حد ممكن يبقى كشكول ممتاز جدا انك تبقى مدني وجنائي وأسرة وفي البداية لازم اي محامي بادئ بيشتغل في كل فروع القانون وتخصصاته حتى يتميز في فرع من الفروع يبقى هو ده الفرع اللي هو اصبح متخصص فيه لكن لازم نكون عارفين ان كل القانون زي ما بيقولهم منفض على بعضه الجنائي مرتبط بالمدني والمدني مرتبط بالجنائي وكله متصل ببعضه اتصالا تقريبا لا يقبل التجزيع اتصال مفروض بيفرضه القانون نفسه وده بيخلي المحامي الكشكول ده ممتاز في بدايته انك تشتغل في مدني تشتغل في جنائي تشتغل في منازعات أسرة تطوف بين هذه الأنواع من القضايا حتى تختار الطريق والنوع الذي تميزت فيه وأصبحت فيه مبدعا تتخصص فيه بعد سنوات لكن على ما تيجي هذه السنوات تعمل ايه لحد ما تخصص وأنا محامي كشكول ماذا أفعل في هذه الفترة ده موضوع بيستلزم منك الإلمان بخبرة السابقين إنك تصنع لنفسك خبرة مستقلة لأن المحامي البنى آدم كل واحد له بصمة تختلف عن بصمة الثاني لا تتطفق أبدا بصمة شخص مع الآخر هكذا المحامي زي البصمة مفيش واحد زي الثاني أبدا فيه أستاذ ممكن يعجبك فيه سلوك قلده فيه فيه أستاذ يعجبك فيه سلوك آخر قلده فيه فيه أستاذ ترفض منه سلوك ارفضه في نفسك في النهاية بتشكل شخصيتك أنت بتشكل أستاذ محامي ببصمة خاصة مميزة جدا غير نمطية وغير تقليدية ما أنتش زي حد سابق ولا هتبقى زي حد لاحق هتبقى أنت لازم دي أول حاجة تكون وإنت بتتعلم المحامات تتعلم أنك تكون أنت تكون حضرتك ما تقلتش آه تترسم من الآخرين ومن أستاذتك الكبار لأن المسألة امتداد وتسليم وتوريس وكلنا ما تعلمناش حاجة من أستاذتنا اللي تعلمنا منهم التفاصيل والإجمالات وكيف نتعامل وكيف نتحرك وفيه حاجات تعلمناها بالكلام وفيه حاجات شفناها منهم تصرفات ده إنا بنقديها بعدهم لكن في النهاية بعد كل هذه الخبرات أنت هتكون أنت هتكون أنت ذاتك مش هتكون حد تاني ولا شكل حد لأن فكرة المجموعة والقطيع دي مش موجودة في المحامات كل محامة مختلف تماما عن التاني له شخصيته المميزة له أسلوبه المميز له طبيعته المميزة إيه اللي بيخليك مميز؟ علمك، ثقافتك، أخلاقك، احترامك للآخر التقدير الشديد لمن سبقك لأن ليه هم فضل؟ السابقون السابقون دي مسألة لازم ما تبقاش محل بحث عندك تبقى محل تنفيذ الكبير يقدر عشان أنت كمانا ما تبقى كبير تجد من يقدرك ويحترمك لأنك مش هتتعلم إلا من من سبقك هو اللي عنده الخبرة للأسف القانون مش في الكتب بس القانون في الخبرة لأن انت مش محامي بتحفظ قانون ولا بتسمع قانون انت أستاذ محامي بتخرج وتحلق وترفرف في منازعة عرضت عليك لا تعرف لها حلا ولا يعرف لها أحد حلا ثم تعتكف وتنعكف عليها وتتفرغ لها حتى تصل فيها لحل قد يأتي الحل من القانون قد يأتي الحل من العرف قد يأتي الحل من مختضيات الأحوال المسألة ديت بيحكمها تميزك وعلمك الواسع وخبرتك الواسعة وإصرارك على التعلم إن ما يفوتش عليك يوم ما تتعلمش فيه ما يفوتش عليك يوم ما تضفش إليك فيه معلومة قانونية أو خبرة قانونية تعلمتها من أسد زيتك أو من كتاب أو من قاضي أو من عضو نيابة ألمح إليك بمعلومة كلنا في بوطاقة واحدة كلنا بنتعلم من بعض كلنا بنعلم بعض ما ينفعش بيننا التمايز فيه بيننا تخصص لكن ما فيش تمايز فيه بيننا تخصص لكن ما يمنعش إن كلنا نتعلم من بعض كان فيه وقت سابق المحامي بيصير قاضي والقاضي يعود محامي والمحامي يصير قاضي والمسألة كانت دائرة تجده على منصة القضاء ثم قضاءاً واقفاً في ساحات المحاكم الأمر تغير وأصبح المحامي من بداياته محامي أستاذ محامي بيتعامل مع قاضي يسبقه في الخبرة يسبقه في العمل بيشتغل قضايا أكتر منه بالتأكيد لأن الرول كله بتاعه وإنت شغال في الرول قضية ولا اتنين فبيبقى خبرته إلى حد كبير واحتكاكه بالعمل أكتر فده بيتسلزم منك أنك تكون على درجة عالية جداً من الفهم من الإلمان بخبرة الآخرين هتعرف ده كل منين؟ من أسد زيتك ومن من سبقوك عمرك ما هتتعلم ده من أسد زيتك ومن من سبقوك إلا إذا تحليت بالإحترام إلا إذا تحليت بشخصية دمسة راقية حتى يقبلك من هو أكبر منك حتى يقبل أن يتعامل معك حتى يعطف عليك ويعلمك أنت كمان حضرتك يلزم أنك أنت توقر الكبير ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وبنشير إلى الرمز توقر الكبير من أصغر محامي لحد معالي نقيب المحامين له التقدير اللائق واللازم وهنا ألوح لأن مسألة النت والأراء اللي بتعلن على النت والتعرض لرموز المحامة بألفاظ غير لائقة وبجمل غير لائقة وبأراء غير لائقة ده أمر مرفوض تماماً لأن إحنا أسد زيت القانون القانون يعني الاحترام القانون يعني الحقوق القانون يعني الانضباط والقانون يعني نحترم الكبير دي بداية التميز للمحامي المحامي ما يبقى شاب محترم جميل راقي بيحترم من هو أكبر منه هيحترمه هيحبه هيعطف عليه مش هيبخل عليه بخبرته دي مسألة لازم نهتم بها كلنا مسألة النت والتعليقات المحامي الناس بتتكلم عن النت براحتها خالص ما تعرفش ان في عالم جريمة كبير جداً في موضوع التعامل مع النت خد يوقعك تحت طائلة القانون وانت قعد في بيتك وفي ايدك موبايلك بتبعت كلمتين لحد او بتعمل شير لحد تلاقي نفسك دخلت في جنحة ولا في جناية وانت مش فاهم ودي مسألة نفرد لها حلقة لان الموبايل ده جهاز في منطق الخطورة وبيعرضك لانك ترتكب جرائم دون ان تدري وزي ما قلنا لا يعتذر بالجهل بالقامون موسيقى 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 موسيقى